في معلومة عادل قاعد تتابع الفرق أحد الأمثل الموجودة الاتحاد هيكون في آخر ثلاثة أشهر تصدق كم مباراة لعب حيلعب في آخر ثلاثة أشهر وابغى معاناتك كم مدرب لما تكون المباراة الرسمية بهذا الشكل تفضل لكابتن عادل هذه آخر ثلاثة أشهر مباراة مبارتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة مباريات في ثلاثة أشهر سيلعبها الاتحاد من ثماثة عشر ثلاثة إلى ثلاثة عشرين ستة مش هتسوي انت كم مدرب صعبة جدا يا كابتن ده أنا لازم هشتغل فيها فترات تدريبات طويلة المادة لأنه سبعة انت بتتكلم على المفروض بتلعب كل أربعة أيام لكن دلوقتي ممكن تلعب كل عشر أيام مثلا لانك انت بتلعب في ثلاث شهور لا صعبة جدا هتبع المدرب لازم وصعبة على اللعبين من ناحية إيش هتعمل أنت كمدرب إيش هتعمل في الفترة الجاية مش هقدر أعمل بينهم مباراة ودية كتير يمكن أقدر أن أنا أعمل جدوى خاص بي أنا وهسكن مباراة السبعة بتعلعب اللي أنا ألعبهم الرسميين هسكن معهم مباراة ودية ممكن تناسب أنا بقدرات لعبتي والفترة الزمنية اللي بيجد فيها اللعيب في الأسبوع مثلا نلعب مباراة ممكن أعملها كله أسبوعيا وحدد وأشتغل على مباراة ودية من جانب المباراة دي والله القرار كان مجبرين فيه يعني ما فيه القرار التعجيل لكن الأندية ستعاني واللاعبين سيعانون والمنتخب سيعاني ورينارد هو المعاني الأكبر على حسب علمي ترجمة نانسي قنقر